توفي اليوم المناضل محمد عبدالله الفسيل في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد مسيرة حافلة بالتضحية والفداء وقالت مسيرة إعلامية بأن الفسيل توفي في أحد مشافي القاهرة إثر مرض ألم به عن عمر تجاوزت تسعين عاما ويعد واحدا من أواخر المناضلين المشاركين في ثورة 48 الدستورية ضد حكم الإمامة وواحد من رموز ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وقارئ بيانها الأول عبر إذاعة صنعاء وقد تعرض خلال سنوات نضاله ضد الكهنوت الإمامي للسدن ثلاثة عشر مرة